اشتركوا في القناة 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 والتربية والخدمة الاجتماعية وبناء على ذلك القرار تم تقليل عدد الطلاب في الكليات المنظرية وده اثر بالتأكيد على طلاب السنوية العامة في التنسيق السنات هل ده هم مظلومين هل هم اليوم حق الكلام ده يسأل عنه مكتب التنسيق ولكن انا هقول لحضراتك حاجة مرحلة الثالثة فعلا هي قليلة الكليات فيها عدد قلال جدا المتاح فقط لطلاب علمي هيبقى بعض الكليات التربية النوعية او متاح عدد ما يقرب من 25 كلية التربية النوعية ومستوى الجمهورية فيهم اماكن تخصصاتها المختلفة ده في سهاج واسوان واماكن يعني الى حد ما ممكن يعمل تكل اختراب في المرحلة بتاعته ويقرب للجامعة بتاعته هنا في المنطقة المقربة ولكن ده المتاح حاليا الى جانب كليات بعض كلية التربية الرضية اللي اتغير اسمها او في اتجاه لتغير اسمها بعد موفة مجلس الوزراء الى كلية علوم الرياضة تخصصات كتيرة متشاعبة المعهد العليا مازال فيها اماكن في بعض التخصصات وعايزين نأكد ونقول معلومة بس عشان الناس عندها لغط يا المعهد دي كويسة اقول لا لا المعهد زيها زي الجماعات في النسبة كبيرة جدا في اعتماد الشهادات المعهد الموجودة فقط واللي بتم الاتحاق بها عن طريق مكتب التنسيق اي معهد بتم الاتحاق بها بباشرة او يقول لك تعالى اقدم ورقك وتروح تقدم ورق بايدك بدون اي تنسيق ده غير معترف فيه فبالتالي ابناشد اولاء الامور بعد اذن حضراتكم ادخلوا الاول شوفوا الاسماء المعهد اللي انتو عايزينه موجودة على موقع وزارة التعليم العلي ولا لا لو مش موجود احنا غير مسؤولين عن اللي يحصل اخر الدراسة وكمان عايزين نوضح مفهوم مغلوطة عن المعاهد العليا يعني فيه ناس تحس ان دايما المعهد العلي ده حاجة قليلة او اقل او كده معين الشهيدة بيكون معتمدة يعني ومعتمدة مثلا من جامعة قاهرة معتمدة من عين شمس لا ده انا هوضح اكتر ده ما يبقاش اعتماد كمان متكامل الاعتماد الرسمي هو اعتماد وزارة التعليم العلي والمجلس الاعلى للجامعات والمعاهد اغلبها معتمد فيه النقابات المختلفة فبالتالي مفيش ازمة والطالب يقدر بعد المعهد يكمل دراسات عليا عادي في الجامعات في بعض الجامعات فاتحولوا الفرصة اللي انا عايز اأكد علي ان كمان فيه فرصة للطلاب السنوية العامة المرحلة الثالثة في الجامعات التكنولوجية وده توجه الدولة الواضح في الفترة الاخيرة بالتوسع فيه عدد الجامعات التكنولوجية حبنتكلم في عشر جامعات وجال انشاء عشرين جامعة التخصصات الموجودة يا ليت بس كله وليه امر كده يعني انا عارف ان هم مدقيين وده بينجدونا على السوشال ميديا وفي الصحف عندنا يخش بس يقرأ التخصصات بتاعت الكليات التكنولوجية ويشوفوا سوء العامل عايز ايه بره مصر وجوه مصر والله التخصصات اللي هنا معمولة عشان الشوكل مش معمولة عشان ابنك ياخد شهادة بس ومن حق اي طالب ياخد فرصة طبيعي ولكن دور على الفرص صح وشوف سوء العامل عايز ايه وتفضل حضرتك خد فرصتك مش عايز اتكلم على ان فيه فرص برضو متاحة لطلاب المرحلة التالتة في الجامعات الخاصة والأهلية بدون ذكر اسمعها لان المرحلة التالتة الحد الادنى للجامعات الخاصة هو 53% في عدد كتير من الكليات زي الاعلام والتجارة والأداء الاعلام واللغات والفنية الفنون بشكل عام سقطة بياء وجميلة القانون السياسة واقتصاد كل هذه الكليات متاح فيها فرص في الجامعات الخاصة بعددها كبير جدا والجامعات الاهلية يقدروا يلتحقوا بيها وعايز ااكد برضو ان فيه نظام لك تأسيط اللي هو تبسيط سيادة المصرفات او دفعها ودي مش دعاية لهم عشان الطلب تقدم ولكن اقدر اقول ان فيه فرص متاحة عشان احنا بنقول الفرص اللي قدام للطلاب المرحلة الثالثة اللي يقدر وحابي بيدخل جامعات خاصة او اهلية ما زالت هناك اماكن كتير جدا جدا بدخصصات كتيرة جدا جدا بنتكلم عن بايت تكنولوجي بنتكلم على كليات زي الحقوق بنتكلم على سياسة واقتصاد بنتكلم على ادارة بنتكلم على فنون جميلة وفنون تطبيقية ومتاح كمان عدد من الكليات ايضا في الجامعات الموجودة في العاصمة الادارية وهي لها تنسيق خاص بيها بيقبل من حضرتك من اول 55% و60% لان دي فروع لجامعات دولية يعني ايه فروع لجامعات دولية يعني فرع جامعة جاي من برا مصر قرر في اطار توسع مصر في العاصمة الادارية ودعت الجامعات الدولية لانشاء فروع لها في مصر في جامعات استجابة وهي جامعات ذات التصنيف الاول في العالم عندنا موجودة في العاصمة الادارية اغلبها ما بيعترفش بنظام السنوية العامة بتاعنا فبدخل الطالب حاجة اسمها فونديشنير أو سنة تأهلية السنة التأهلية دي بتقيس كدرات الطلاب هيقدر يذاكر وهيقدر يدرس مناهج الكلية بتاعته دي ولا لا أو التخصص ده ولا لا احنا بنتكلم في اكتر من خمس جماعات موجودين في العاصمة الادرية بتخصصات مختلفة اغلبها فيها طبي وفيها هندسي وفيها علوم مختلفة سواء أساسية أو علمية أو عملية بنتكلم في تخصصاتها أغلبها بيقبل من ستين في المية وخمسة وخمسين في المية لأن الطالب بيدخل اختبار وبيدخل سنة تأهلية وبتم اعداده من أول وجديد عشان يلطحك بهذه الكليات فيما بعد عظيم جدا طيب لو هنتكلم طبعا عن الكلية لظهر الجديد علوم التغذية وطبعا دي الأولى من نوعها عايزين حركة تكلمنا عنها أكتر خصوصا كمان إن هي فتحت باب التنسيق خلال تلات أيام واكتملت سريعا فممكن تشرح لنا أكتر عن الكلية دي الكلية دي محظوظة يعني احنا بنتكلم في التخصصات الجديدة في مصر وبنقول لأولئة الأمور احنا بقى أنا سنين بنقول ما فيش حاجة اسمها كلية كمه دوروا على الكليات اللي سوء العمل عايزة دي واحدة من الكليات اللي استجاب لها المجلس الأعلى الجامعة بناء على طلب جامعة حلوان تقدمت بتشكيل أو تأسيس كلية اسمها كلية علوم التغذية الكلية دي فيها عدة شعب أو تخصصات الأربعة الأربعة تخصصات دول من أكوى الأربعة تخصصات المطلوبين في السوق احنا اتفاجئنا ان عليها أجبال كبير جدا 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 من طلاب السنوية العامة وأولئة الأمور بمجرد ما فتحت هي تم إرسال موافقة مجلس الأعلى الجامعية لموقع التنسيق أو مكتب التنسيق لإدراجها ضمن الكليات وده تم بعد انتهاء المرحلة الأولى والتانية فبالتالي الفرصة الوحيدة اللي كانت متاحة ليهم من هم يحاولوا الكلية دي أو يلتعقوا بيها هم طلاب العلم علوم والعلم الرياضة فقط اللي مسجلين فيه تقليل الاختراب اللي لهم حق التحويل لب إحنا يعني بالبلد يمكن أولياء أمور معينين مش عارفين يعني أنا ابني لو دخل كل دي هتلعق يعني هيتخرج منها هيعمل تخصصاتها في الشغل كتيرة جدا وانا بستقول لها حالة هي تقفلت هي تقفلت بس مجرد ما نزلت على موقع التنسيق ساملة صحيح في ثلاث أيام بس خلينا نفهم الطلب اللي عملت تقليل الاختراب اختروها فالحد الأدنى بنسبة كبيرة جدا أفعل على 85% إذن هي بتقود مجمع عليها وبتقبل طلاب علم علوم وعلم الرياضة احنا عايزين نوضح بقى للمشاهدين هي ايه يعني مثلا هيشتغلوا ايه بعد كده اقول لحضرت التخصصات المفيها أربع تخصصات فيها شعب التغذية العلاجية انجليزي وعربي فيها شعب التغذية المجتمع فيها شعب العلوم الغذائية والشعب دي بتخرج أخصائي متخصص في هذه الأنظمة المختلفة الشاب أو الطالب اللي بتخرج مكلة دي منحقه يشتغل في المستشفيات منحقه يفتح ايادات تغذية منحقه يبقى خبير في الشركات الصناعية الغذائية الكبيرة منحقه يتعلم يعني يقداره جوه كلها بيعلموه يعني يقداره وازاي يفتح مصنع أو يدير موضوع بنفسه كل دي تخصصات واسعة يقدر يشتغل في أكبر الشركات المستشفيات الغذائية في مصر برا مصر يشتغل في كل ما هو متعلق بالنظام الصحي الغذائي شركات أندية بقى يعني بنتكلم في كل ما هو متعلق كثير جدا طبعا كل ده مجال مفتوح يقدر يشتغل مع نفسه زي موضوع الحضرات يفتح مركز متخصص يعني نعارفين طبعا ان احنا الوقت عندنا النظام متوجه في الدولة بتحسين اللوكة البدنية والصحة الغذائية المواطن المصري هو ده اللي مطلوب تخصص ده اللي مطلوب في السوق فبالتالي هو بيخرج أخصائي من حقه يشتغل في كل المجالات دي وده اللي انتبه لي أوليها الأمور أنا عايز أشكر الناس اللي فكرت فيها بمجرد من نزلت على موقع التنسيق لأنها تغطفت زي ما بقوله صحيح هي قبلة ألف طالب في أول ضفعة المصاريف بتعطيها مصاريف عادية جدا معادة شعبة اللغة الإنجليزية هي اللي هتبقى مصاريف ساعات معتمدة وبالتالي بتقبله الطالبة بشكل عادي اللي عايز شعبة الإنجليزية بتعمله مقابلة أو اختبار وبناء عليه بيتم الالتحاط لعدد معين أول ضفعة ألف طالب وبنعتذر بقى لطلاب الشعبة أو مرحلة التالتة للأسف لأنها رفقوش وهي بتقبل علم علوم وعلم رياضي طب إحنا عايزين نتكلم عن استعداد الجامعات يعني للدراسة يعني إيه مثلا خطة كل جامعة يعني نقدر نقول الجامعات أكيد قبل المجلس ما يجتمع وكان السنة الفاتر كان فيه اجتماع لسنة الرئيس المجلس الأعلى الجامعات قبل بدء الدراسة وكان فيه توجهات للجامعات بخصوص زيادة الوعي والفكر لدى الطلبة وبناء وعي الطلاب والتبني أفكارهم وأنشطتهم ده اللي بيحصل للسنة دي برضو هيحصل في الجامعات في حاجة اسمها أسبوع الاستقبال كل جامعة في مصر بتعمل حاجة اسمها أسبوع استقبال الطلاب الجدود والقدامة الأسبوع ده بيشمل على جميع أنشطة اللي بتقدمها والخدمات اللي بتقدمها الجامعات كل كلية على حاجة بتعمل معسكر أو استقبال جواها الطالبة جدود مجرد ما يدخلوا بيستقبلهم طلاب اتحاد الطلب على أسرة من أجل مصر هي الأسرة الأقوى في الجامعات المصرية المؤثرة بيستقبلهم يعرفون مع الكلية والشعب والتخصصات والأنشطة اللي بتتم سواقفوا كلها في الجامعة إزاي بيدفع مصرفاته إزاي بيبقى لي حق الحق والواجبات اللي مطلوبة منه كل ده بيتم في الأسبوع الأول بيتم تفقدهم لعدد من الأماكن المهمة في كل جامعة بيعرف جامعيته بتتكون من إيه ده في الأسبوع الأولاني وزير التعليم العالي بيزوروا الطلاب دول في الأسبوع الأول بناء على خطة أو جدول سواء بقى جامعات السعيد جامعات الدلتا جامعات الكهراء الكبرى بيفتح باب حوار مع الطلبة في بداية الفترة الأولى من الأسبوع في خطة أنشطة الرياضية الأول مرة هتطبقها الدولة في إطار منظومة التنمية البشرية اللي اتأسست من خلال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية دكتور خالد عبدالغفار بالاتفاق مع التعليم العالي والشباب بالرياضة وعدد من الوزرات 100 يوم رياضة أو 100 يوم صحة جوة الجامعات هيبقى فيه أنشطة الأول مرة تطبق أنشطة الرياضية لطلاب الجامعات هيبقى خلال 100 يوم من بداية العام الدراسي عزيم جدا طيب عايزيم برضو نعرف من حضرتك سر الأقبال على الجامعات الأهلية وإيه الفرق بينها وبين الخاصة هو طبيعي ما فيش فرق بينها وبين الخاصة هي مجرد مسميات لكن الجامعات الخاصة هي ملك الأشخاص أو شركات الجامعات الأهلية هي ملك للجامعات الحكومية هي استثمار للجامعات الحكومية وكتفكرة كويسة جدا وكل ده تم تأسيسه لمواجهة الكسافة السكانية في مصر اللي بتزيد كل سنة ميقر من 2.5 مليون مواطن فبالتالي كان لازم الدولة تستوعب دم بدري تبدأ تزود عدد الجامعات السنة دي مثلا عن السنة اللي فاتت زيدنا في عدد السنوال عام رقم كبير جدا يعني تخطينا العدد بتاع السنة اللي فاتت بنسبة ميقر من 30% فبالتالي كل سنة الأعداد بتزيد فالدولة لازم تواجه الموضوع ده من الجامعات حبنتكلم عندنا للوقات في مصر 104 جامعة الجامعات الأهلية هي جامعات لا تهدف للربح ده المسمى اللي تقال عليها في القنون هي جامعات منشأة من ضمن ورحم الجامعات الحكومية لها مجلس أمنة بديرها مجلس الأمنة ده بيكون باختيار رئيس الجامعة وبالتالي بيحدد اللواح والمصرفات والأمور اللي بتتم جوا الجامعة نفس الكلام في الجامعات الخاصة هو لها رئيس مجلس أمنة هو صاحب الجامعة أو صاحب الشركة اللي بتدير أو العضو المنتدب بيتم اختياره من خلال مجلس إدارة الشركة وبتشكل مجلس أمنة مجلس الأمن بضم عدد من رجال المجتمع ورجال التعليم في مصر وبناء عليه بيتم اختيار رئيس جامعة وهكذا نفس السلسلة بتمشي لتحديد اللوائح والمصرفات ونفس الأمر فبالتالي ما فيش فرق بين الاتنين غير ان دي بتاعت أشخاص ودي بتاعت جامعات الحكومية طب احنا ليه شايفين يعني فيه اقبال كبير قوي على الجامعات الأهلية الفترة دي من وجهة نظرك اي سبب؟ أول حاجة المصرفات لازم نأكد ان السنة دي كان فيه مفاجأة كبيرة جدا وقبال كبير جدا على الجامعات الخاصة والأهلية ودي كانت مفاجأة للناس كلها يعني رغم الظروف المعاشية الصعبة إلا ان الجامعات الخاصة والأهلية شاهدت أقبال كبير جدا من قبل المواطنين السنة دي كله عايز يعني التعليم بالنسبة للأسرة المصرابية هو أهم حاجة يعمل كل حاجة عشان يعلّم أولاده ودي بصراحة رسالة يعني هو بيستثمر في أولاده طبعا ودي رسالة هي دي المطلوبة بالحالة فبالتالي نسبة للأقبال على الجامعات الأهلية لأنها أقل تكلفة من الجامعات الخاصة في بعض التخصصات وكمان الدولة مدعاماها وبتوفر فيها منح وفيه توجه رئاسي بتخفيض المصرفات فيها وإتاحة الفرصة العدد كبير من الطلاب إنهم يلتحقوا فيها كمان في بعض التخصصات فيها ملهاش عدد معين فالجامعة الأهلية بتقبل لكن الجامعات الخاصة لها عدد معين من الطلب لها لمة معين الجامعات الأهلية بعض التخصصات فيها ملهاش لمة معين وده أمر أنا بتمنى أن التعليم العالي تنظر فيه منعا لتكدس الطلاب داخل الجامعات الأهلية فده سر الأقبال إن هي مصرفات ثانيا فيها برامج كهية جدا تم تبنيها الدولة ووزارة التعليم العالي ساعدتها في عمل اتفاقيات مع كبرى الجامعات الدولية وده اللي بيحصل دلوقتي وأصبحت بتنافس بقوة الجامعات الخاصة طيب عايزين برضو حضراتك بقى تقدم نصيحة لطلاب المرحلة الثالثة طبعا في إزاي يختاروا صح وأهم النصيح عشان كمان اختياراتهم بقت محدودة فحضراتك ممكن تنصحهم بي هو أنا بس عايزة أوجه رسالة من خلال حضراتكو لوزارة التعليم العالي نظرا لما تم في التنسيس السنادي وقلة الكليات ونجاح فكرة التقديم المباشر في الجامعات الخاصة والأهلية وعمل حد أدنى للقبول بالجامعات الأهلية التنسيب بتاعهم مثلا هياخد 79 طب فهم رفعوا الحد الأدنى للكبول جوه 85 و89 وبالتالي كان فيه جبال كبير فأنا بناشد وزارة التعليم العالي من خلال حضراتكو بإعادة النظر في نظام التنسيق الحالي ودراسة فكرة إلغاء مكتب التنسيق ويتحت الفرصة للتقديم المباشر لطلاب السنواء العامة ويبقى فيه حرية اختيار ويتعمل لمت ويتعمل نظام زي ما تم فيه الجامعات الأهلية واختيار الطلاب يتم نفس النظام ده في الجامعات الحكومية وأتمنى ده يتم السنة الجاية عشان خاطر الطلبة اللي بتقولك مفيش كليات دلوقتي وده ليهم حق طبعا مفيش كليات يبقى ليهم فرص أكبر النصيحة لطلاب في مرحلة الثالثة أتمنى أن انتوا دلوقتي تعودوا مع أساركو تطلب منك 75 رغبة الرغبة الأولى ممكن تجي لك والرغبة 75 ممكن تجي لك ممكن ما يجيش رغبات خالص لحضراتك عشان مجموعك فبالتالي لازم تذاكر وتشوف الكليات المتاحة والكليات دي موجودة على موقع وزارة التعليم العالي سواء لطلبة علم علوم أو علمي لطلبة علمي أو أدبي بحد أدنى 50% شوف المعاهد دي وقرأ عنها ما تشاهد شككك أن المعاهد ملوش لازمة لأ المعاهد حاجة قوية جدا الدولة ما تفهملش حاجة كده وخلاص ما بيتمش الموافقة على أي معاهد لا بيتمهم رأبتها ودراستها وفحص الشعالات وبيتمهم رأبة الدراسة طول السنة ادرس الأمر بيتمعهم وادرس الأمر طبقا لسوق العمل وأتمنى تنقشوا فكرة الجماعات التكنولوجية هي دي أقوى حاجة في السوق جنب موضوع المعاهد ومشتقبل محتاجها صحيح طب يعني عايزين نعرف أكتر عن الجماعات التكنولوجية يعني احنا دلوقتي بنسمع عنها كتير وطبعا يعني عندنا بعض الزملاء في الكنترول مهتمين بها جدا زي أستاذ زاكي القضي كده فعايزين نعرف أكتر بصراحة جماعات تكنولوجية كانت فكرة جيدة جدا في الدولة الفكرة دي تبناها رئيس الجمهورية لأن احنا بنخاطب المستقبل صحيح فبالتالي المستقبل عايز وظائف معينة وزي ما احنا شايفين الدولة بتتوسع في كل المجالات عندها بتبني مشروعات بتحافظ على أمن الدولة في كل الاتجاهات فبتراعي كل الظروف وشغلة ما وقفتش فبالتالي بتبني جيل الجيل ده لازم يطلع متخصص فيه الحاجات اللي عايزها البلد الأول الجماعات دي لما جات فكرة هتعرضت طبعا التخصصات دي كلها يا مطلوبة برها وجوه فتم إنشاء الجماعات التكنولوجية في المناطق الصناعية يعني هتلاقي جامعة زي جامعة التكنولوجية في الدلتا في السخنة في الصعيد كل جامعة بانت لازم يكون جنبها منطقة صناعية الجامعة دي تخصصات اللي فيها بتخدم على الصناعة اللي جنبها وبالتالي الطالب اللي جوه الكليات دي بتدربوا في المصنع ده وبتعامل اتفاقيات مع عدد من الدول منها كوريا لتدريب الطلاب على عدد من الصناعات الكهربائية وده موجود في جامعة التكنولوجية في باني سويف نفس الكلام التخصصات اللي موجودة أغلبها أطراف صناعية تكنولوجيا المعلومات ميتا كرونيكس كل التخصصات اللي محتاجها المستقبل موجودة في هذه الكليات وبتقبل طلاب الدبلومات الفنية وطلاب السنوات العامة وبتحي الفرصة للدبلوم المهن اللي هو الطالب يتخرج بعد سنتين وبتحي الفرصة النواء يحصل برضو على باكارليوس بعد أربع سنوات وليهم حق إجراء الدراسات العليا في مع بعض وعايز أقول لحضراتكم أنه كمان في بعض الرجال أعمال تبنوا الفكرة وشافوا أن توجه الدولة ماشي في هذا الاتجاه وهم من كبار رجال الصناعة وبالفعل أسسوا السنة دي أول جامعتين تكنولوجيتين في مصر برضو بتشمل تخصصات تخدمهم في مجال الصناعة وكمان سات الرئيس دعم الفكرة ماليا من خلال الدولة لإنشاء أكتر من عشر جامعات تكنولوجية جدد في مختلف المحافظات المصرية ده بيأكد إيه بقى؟ بيأكد إن إنت لما الدولة بتعمل حاجة أكيد مش بتعملها عشان الطالبة ما بقاش عليها أقبال أو عايزها مثلا تخسر ده بالعكس هي بتدور على وظائف معينة سوء العمل في مصر عاجز على إنه وفارها فالدولة بدأت تأهل جيل جديد من الشباب علشان قاطر يتعلم المهنة أو الحرفة أو الوظيفة المطلوبة دي من خلال الجامعة وكمان أثناء التدريس بيتم تدريبه عملي باستمرار لأن زي ما قلت لحضراتكم بيتم إنشاءها بجانب المصانع أو المنشآت أو الأماكن اللوجستية اللي إحنا محتاجين فيها سوء أعمال كمان أضيف لحضراتكم أنه كانت ألمانيا عاملة مؤتمر من ثلاث شهور بالزبط عن الوظائف المستقبلية اللي محتاجها العالم وبالذات ألمانيا كان منهم 700 ألف وظيفة 700 ألف وظيفة دول والله فيهم 300 ألف وظيفة هي تخصصات مهنية بتدرس عندنا في الجماعات التكنولوجية فبالتالي العالم كله رايح ليه ما هو مهني تكنولوجي فلازم نعيد التفكير ونفكر ما نبصش بقى نستخصص ده أنا هبقى كذا بالعكس أنت هتبقى شغال في سوق العمل زي ما يقولوا كده متوفر لك وظيفة كويسة راتب كويس من حقك تسافر برا عندك وظيفة جوة وبرى مصر كل الفرص متاحة لك دلوقتي حالة من خلال والقسم العاملي ده طبعا مفيد جدا كمان إن هو بيساعدك على التدريب وكده فدي طبعا حاجة جيدة جدا للطلاب وهضيف كمان إن الدولة أو وزارة التعليم العالي بدأت تعمل اتفاقات مع أجور جماعات تكنولوجية في الدول المختلفة برا وبتعمل تدريب للطلاب وبيجيب لهم خبراء من الخارج للتدريس في هذه الكليات طيب أعايزين برضو نتكلم عن يعني بالنسبة كمان لبعض الجماعات هنا ابتدت تفتح فروع تانية أخرى لها فبعد المحافظات وخصوصا السعيد هل ده من الأقبال الكبير على الجامعة ونجاح يعني عايزين أعرف من حضرك الهدف منها إيه هو زي ما قلت لحضرتك زيادة كسافة السكانية بتدعم بتخلي الدولة توسع قاعدة الانتشار للجماعات الخاصة على مستوى الجمهورية فبالتالي في بعض الأماكن محرومة من وجود جماعات خاصة أو أهلية الجماعات دي بتنشأ في المحافظات علشان تساعد في جذب الطلاب أو توفير فرص تعليمية أكتر لطلبة الجماعات أو لطلاب المنطقة دي علشان تبقى الفرص كلها متاحة وأغلب المحافظات دلوقتي بقى فقا كل أنواع التعليم في مصر احنا عندنا جماعات حكومية جماعات خاصة جماعات أهلية جماعات تكنولوجية جماعات بقانون خاص جماعات دولية معاهد عليا معتمدة من وزارة التعليم العلي كل ده أنواع التعليم بقى موجودة في مصر وفي محافظات بالكامل متوفرة في المجموعة كاملة يعني محافظة زي بقى السوفة تلاها في الجامعة الخاصة والجامعة التكنولوجية والمهد العالي والجامعة الحكومية والجامعة الأهلية وإيه سيبقى حضرتك على أغلب المحافظات أركيا ده بيتم علشان زيادة زي بقى حضرتك الكسافة السكانية بتزيد سنويا وبالتالي لازم بيساعدوا الطلاب طبعا ده إحنا أقللنا عدد الطلبة حصل مشكلة فبالتالي يجب نوفرهم في أماكن أخرى بالضبط عظيم جدا طبعا وإحنا بنتمنى طبعا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب وبنشكرك جدا أن ورطنا وأسعدتنا الأستاذ أحمد الديب الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم شكرا لحضرتك جدا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك مشاهدينا خلصت فاكرتنا الأولى لسه مكملين معاكم لفاكرتنا التانية والأخيرة شكرا لحضرتك